وينضم إلينا مباشرة من بغداد الخبير الاستراتيجي والأمني الدكتور أحمد الشريفي دكتور أحمد أرحب بك معنا كيف تعلق بداية على تكراري استهداف القواعد التي تضم قوات أمريكية والحكومة العراقية لا تعلن بصراحة عن الجهة المسؤولة مكتفية بوصفها جهات خارجة على القانون بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة التلكؤ الحكومي في إيجاد حلول لهذه الظاهرة التي باتت تشكل تهديدا لهيبة الدولة وسلامة موقفها اتجاه القانون الدولي واتجاه الحلفاء لأن الوجود الأمريكي ووجود قوات التحالف هو تحت مضلة القانون الدولي وهو لمواجهة الإرهاب أي استهداف لهذه القوات سيعاد اصطفافا مع الإرهاب لاستهداف قوة مكلفة دوليا وبموجب قرارات مجلس الأمين لمواجهة داعش وهذه بالحقيقة تسبب حرجا للحكومة العراقية ما أسبب التلكؤ الحكومي في الإعلان عن هذه الجهة دكتور أحمد؟ بالحقيقة الابتزاز السياسي وضعف وهنا القرار السياسي لأن الجهات التي تستهدفها مشخصة وإمكانية الردع متاحة بما نمتلك من موارد سواء كانت على المؤسسة العسكرية والأمنية وحتى جهاز مكافحة الإرهاب من يضعف أداء المؤسسات الأمنية والعسكرية لأداء دورها الوظيفي هو القرار السياسي وخضوعه إلى ابتزاز الأحزاب وأجنحتها المسلحة دكتور أحمد ولكن قبل انطلاق هذه الصواريخ لماذا لا تتمكن القوات الأمنية من كبحها أو عدم إطلاقها يقال بأن الأسلوب الجديد الآن لهذه الفصائل تكتيك يستخدم البيوت المستأجرة وهو تكتيك جديد من نوعه بعد أن كانت تستخدم مساحات فارغة لإطلاق هذه الصواريخ أين الجهد الاستخباري الذي يتحدثون عنه الجهد الاستخباري المحلي الجهد الاستخباري والدعم الدولي هو بالحقيقة مسألة الرصيد والتأمين الجهد الاستخباري القادر على ردع مثل هكذا جماعات جوالة غير منظورة لديها قدرة تخطي الحواجز الأمنية أو الرقابة الأمنية بما تمتلك من عيون في داخل المؤسسات مسألة صعبة جدا ولكن على صانع القرار السياسي يتخذ إجراءات أخرى غير الإجراءات التقليدية وهي فتح الحوار والمصارحة يعني هو دعا سيد رئيس مجلس الوزراء إلى ما يطلق عليه بالحوار الوطني نحتاج إلى مصارحة وطنية إضاحة المواقف مع الدولة أم ضد الدولة فمن كان مع الدولة فليأخذ النهج السياسي في إسقاط رؤياها السياسية على العملية السياسية أما من كان ضد الدولة ويؤدي إلى أرباك الوضع بهذا الشكل في العراق فعليها أن يدرك حقيقة أنه سيصطدم بالحكومة ومؤسساتها دكتور أحمد صمت الحكومة بالحقيقة غير مبرر هناك رأيان لما يحصل في العراق الآن من استهداف هذه القواعد الرأي الأول يعزو ما حصل كنوع من تمرد فصائل مسلحة على إيران وهي التي أنشأت هذه الفصائل في الداخل للسيطرة على الداخل العراقي ورأي الآخر يقول بأن إيران تستخدم هذه الفصائل للضغط على الولايات المتحدة لتحقيق مكاسب أكثر في مفاوضاتها بشأن الملاف النووي مع أي الرأيين أنت؟ بالحقيقة نعم هناك فصائل لديها ارتباطات ولديها مصالح وترغب في إيجاد صفقة سياسية فهي تمارس نشاطا يضر بالوضع العمني وهناك نعم جهات مدعومة من إيران ولكن بصرف النظر عن الدوافع لهذه الفصائل يجب أن يجري ردعها لأنه سواء كانت متمردة ولا ترتبط بإيران أو كانت تتحرك وفق أجندات ومحركات إيرانية أنا الأوان أن نحدد المسار للسياسة الخارجية في العراق فضلا عن أن هذه القضية بالمناسبة لم تعالجها الإرادة السياسية وصانع القرار السياسي ستكتسب قوات التحالف والولايات المتحدة مبدئا مهم هو مبدئ حق الدفاع عن النفس في حال عجزة المضيف على حماية قوات مكلفة دوليا فعند ذلك ستستخدم حق الدفاع عن النفس وهذا حق الدفاع عن النفس قد يعطيها حتى تفويضا لممارسة نشاطا عسكريا لمواجهة هذه الفصائل فهل أعلان الجنرال مكنزيا عن تفعيل الباتريات خلال الأيام المقبلة تعد كخطوة أولى تحضيرا لرد عسكري أمريكي على هذا النوع من الهجمات إذا لم تستطع الحكومة العراقية ردعها برأيك أم أن الدبلوماسية ستظال هي الغالبة على الرد الأمريكي في ظل حكم الرئيس بايدن للسلطة بالحقيقة الدبلوماسية لا تقوم على ثقوف زمنية مفتوحة وبالتالي يحضر خيار العمل العسكري والردع العسكري لا سيما في ظل عجيز على مستوى الموارد الوطنية وعلى مستوى القرار السياسي في احتواء هذه الأزمة الباتريوت بالحقيقة ليس عمليا أن يستخدم لأن هذه مقذوفات بسيطة ذات كلف متدنية في عين الباتريوت كمنظومة باهظة الكلفة وصواريخ التي تطلق صواريخ أيضا باهظة الكلفة وهي ليست ذات جدوى في معالجة النيران المشاغلة سواء كالة البباشرة وغير البباشرة لذلك في تقدير أن الولايات المتحدة ستسعى باتجاه القيام بعمليات ردع عبر استخدام مواردها سواء كانت في القوات المحمولة جوانا أو حتى في العمليات البرية وهذه القضية نضعها أمام صانع القرار السياسي إن لم يفعل الدور الوطني فلا نستبعد التدويل نعم أنتنا كثيرا على حضورك معنا مباشرة من بغداد الخبير الاستراتيجي والأمنية الدكتور أحمد أشريفي شكرا جزيلا لك